كل معظمها تتعلق بالطلاق مركز المرأة في فيينا قدم 22 ألف استشارة خلال خمس سنوات السؤال هنا هل يتم دعم النساء في مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية بشكل كافي في النمسا؟ كم هي الأسباب الرئاسية لزيادة الاستشارات المتعلقة خاصة بالطلاق؟ عفوا بس الشقة الأول تبتحكي على السريع بس إنه هل يتم دعم النساء في مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية بشكل كافي في النمسا؟ وهي الأسباب الرئاسية لزيادة الاستشارات المتعلقة فقط بالطلاق؟ كافية الاستشارات لا غير كافية بصراحة. والدليل والدليل انه كل مرة نسمع جرائم عنف من الرجال ضد النساء. جرائم اه اه يعني جرائم او او بالاحرى انتهاكات او اه اه ضرب او كزا. المراكز اللي عم اتقدم هاي الخدمات هي صحيح بالشكل العام بالشكل هلا اللي اللي عم بيسمعوني شو بيقولولك بيقولولك انت واقف مع منظمات المرأة ضد الرجل والكزا. لا يا سيدي الكريم. احنا اليوم عم نتعامل مع وقائع. عم نتعامل مع وقائع في يعني دليل انه فيه مشاكل. صحيح ممكن يكون في اه اه رجال معتدين بنفس الوقت في ممكن يكون فيه نساء عم يفتروا على رجالهم. يعني هذا الشيء هذا الشيء ممكن. هذا وارد وهذا وارد. ولكن ولكن انه هل الاجراءات كافية صراحة الاجراءات غير كافية. قوانين الابعاد اللي عم ما تصير احيانا لمدة اسبوع واسبوعين احيانا عم ما تكون غير كافية. عم ما يتم انتهاكة. يعني متل اليوم مثلا اه ما بعرف اي حزب بصراحة بالاحزاب اللي الانتخابي ضم برامجهم عم يدعو انه حتى اللي يتم ابعاده يحطوله سوار برجله سوار هذا بشاهد يشوفوه وين يتحرك انه اذا قرب للمنطقة الموجودة في زوجته بهال اسبوعين بيدخل كمان لدورة بقلولك يعني نوع من اه اه دورة تأهيلية لحتى انه يبتعد عن العنف بحيس انه يخففه من مشاكل الاحتقان. ايش معنى بتزيد المشاكل الخاصة بالطلاق. اه يعني هلا بصراحة هذا بده 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 مختص نفسي يعودي. شو عن الطلاق بتحديد? يعني انفصال اجمال انفصال اجمال انه لانه بصراحة يعني اه اه في شريحة يعني مسلا احنا لما نزلنا هذا الخبر بوسينا على الانفو كرات عن نمسا ميديا. نعم. احد اشخاص بيقول شو بيعلق بيقولك وتسعين بالمية من هم دولة من السوريات او من اللاجيات او او من هذا الكلام. اه من الطبيعي من الطبيعي انه يكون الناس اللي لجأوا من اه دول المشرق العربي من سوريا من العراق يعانوا من مشاكل زواج هون. لماذا? لان ابو سينا موظم حالات الارتباط والزواج التي بوجودها بالعالم العربي موجودة بطريقة خليناقول احيانا كلاسيكية احيانا بيكون جبرية احيانا بيكون فيه تعنيف من الرجل للمرأة وبالعكس كزا بيوصلوا لبيئة الحرية وبيئة الحقوق اللي كنا عم نتحدث فيها انه هاي بلد فيها 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 قانون فصار كل واحد صراحة يختص من الاخر فزادت بالحالة هي استشارات الطلاق والانفصال والمرتبطة بهذا الشيء والابناء وما الى ذلك فمن الطبيعي انه نشوف بهالفترة هاي في زيادة بهذا الامر اضيفي على ذلك اضيفي على ذلك بعض القوانين الاسرية المتعلقة اما بالرجل او بالمرأة بتعطي حقوق متفاوتة بتخلي في خلل بالتوازن الاسري ايضا هذا يؤثر سلبا على شو على موضوع الترابط الاسري واجابا على الشكاوي وبالتالي حالات الطلاق والانفصال هل ترى ان الحقوق متفاوتة في النمسى ما بين الرجل والمرأة يعني هلا شوفي احنا مش بصدد يعني توقعيني بسؤال معين انه فيه تفاوت اكيد في خلينا في عدم توازن خلينا نكون اكثر دقة يعني يعني فيه عدم احيانا فيه حالة احيانا من الممكن استغلال شيء ضد شيء لن اسمي اكثر من ذلك يعني كتير اللي عم بسمعونه هلا بيدروا يعرفوا انه انه احيانا فيه عدم توازن بالقوانين فيه عدم يعني فيه يعني لما انا مثلا على سبيل المسال اه اه بعتدي عليكي باعتداء مثلا ما بجوز انا القانون فيه قانون ما مستند عليه بيخليني يكون عندي جرأة او بيسمح لي اني اعمل لهذا الشيء من اتجاهك او انت بالعكس انت تعملي اعتداء ما علي تمام فبالتالي انت فيه قانون باويكة على انك تعملي شيء نقول مثلا يعني فبالتالي لازم تكون فيه حالة توازن ما بين حقوق المرأة والرجل من منظور العائلة والسلطة والتوازن بين الاسرة نعم